فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ما زال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث الناهية عن مشابهة أصحاب الجحيم والكفار في اتخاذ القبور مساجد قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن الأربعة وقال التلمذي حديث حسن وفي بعض نسخه صحيح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وما زال الكلام في موضوع الغلو في القبور لأن الغلو في القبور وسيلة إلى الشرك بدعاء الأموات والاستغاث بهم والتبرك بتربتهم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فلعن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صنفين من الناس الصنف الأول زوارات القبور وهن النساء لأن النساء ممنوعات من زيارة القبور لما يعتريهن من النقص والتأثر إذا رأت قبر حبيبها أن يحصل منها جزع ونياحة ومن أجل أنها عورة فربما أن الفساق يلاحقونها في المقابر وتحصل من ذلك جرائم وأخلاقية وفواحش كما هو واقع كما هو واقع في المقابر التي يزورها الرجال والنساء يحصل فيها مفاسد كثيرة واللعن يقتضي أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب لأن الذنب إذا رتب عليه لعنة فهذا دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب فدل على أن زيارة النساء للقبور أنها كبيرة من كبائر الذنوب